اشتركوا في القناة والحمد لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من الشروط التي لا بد منها في دفع الزكاة استقرار الملك إذا كان الملك غير مستقر فما في زكاه وهو كما قال العلماء ليس عرضاً للسقوط على سبيل المثال كما يقوم بالمثال يتطوح المقال فيه أمور فيه أمور الإنسان نعم يملكها لكن غير مستقرة مثال على ذلك هو الآن عليه زكاة عليه زكاة في يوم الزكاة فقد المال هو عنده فلوس فقد المال سبحان الله اليوم زكي بحث عن المال ما وجد المال سأل أهله قال ما شفنا شيء سأل الناس اللي معاه في العمل قال ما شفنا شيء هنا يسمونه هذا مال يسمونه مال الضمار يعني الغايب هذا ما يحسب من الزكاة طيب إلى متى إلى أن يجد هذا المال فيسمونه المال غير مستقر يعني موجود يملكه بس غير موجود هذا ممكن يحصل يعني أو مثلا عند المال هذا لكن نسى أين وضعه أو من من أعطاه مثلا نسى بيتذكر بيتذكر خلاص لما يتذكر أو يعني يجد من يعطيه المال اللي أعطاه ياه في السابق المسألة الثانية مسألة الدين مسألة الدين أنت إذا أعطيت واحد دين على مثلا الدينار وقال لك بعد سنة قلت لي يا أخي أنا علي زكاة أريد المال قال الله أنا مقدة أرجع لك المال أنا بروفي صعبة وعندي مريض وأنا لازم الآن أسافر وكذا هنا أصبح المال غير يعني كانه غير موجود يعني المال مو مرجو يعني غير موجود هذا المال عند هذا المعسر عند هذا المعسر ما يحسب من المال الزكوي عند هذا الشخص إلى متى إلى ينرجع لهذا المال فأصبح هذا المال غير مستقر معناه يملكه فلوسه بس مقادر يوصلها طيب المسألة الثالثة وهذه مسألة اجتماعية يعني تحصل كثير من الناس إذا كان مثلا الإنسان أعطى زوجته الصداق والصداق يجوز طبعا تقديمة كله أو تأخيره كله أو يكون شيء مقدم شيء مؤخر خلال نأخذ مسألة لهذه الأخيرة المؤخر نفثره قالها شوفوا يا ابت الحلال أنا إن شاء الله الخمس تالاف المهر اللي هو صداق يعني خمس تالاف إن شاء الله المؤخر بإذن الله بعد عشر سنوات أعطك إياها خلاص خلال العشر سنوات الآن المؤخر هذا عند المرأة هو الحقيقة لها تهيئة ملكة لكن عند زوجها طيب هذا المؤخر في العشر سنوات هل عليه زكاة أم ليس عليه زكاة يعتمد إن كان الزوج مليء يعني يقدر يعطيها في أي وقت إذن عليه زكاة تزكي كل سنة عن عشر أو عفوا الحسب يعني نفترض خمس تالاف خمس تالاف مقدم خمس تالاف مؤخر خمس تالاف إذن كل سنة تزكي عن الخمس تالاف يعني مئة وعشر مئة وعشرين دار طيب إذا كان إذا كان الزوج معسر تقول لها فلوسي عندك ترى أنا شانا أزكي يقول والله أنت عارف ما ضوفي صعبة وآن أنا قاعد أخذ زكاة من الناس فهنا ما تحسب هذا المهر أو هذا الصداق المؤخر ما تحسب من الأموال الزكوية التي تملكها هذه المرأة نتوى لهذه الأمر لأن المال غير مستقر المال غير مستقر طيب ولهذا ينبغ علينا أن ننتبه أن الأموال الزكوية لا بد أن يكون فيها الملك مستقر وليس قابل للسقوط لذلك الشرط هذا مهم جدا في أداء الزكاة بقي عندنا أيضا من شروط الزكاة مضي الحول مضي الحول لا بد أن تكون هناك سنة كاملة إلا في الزرع الثمار وآتوا حقه يوم حصاده إذا أثمرت الثمرة يعني نضجت خلص ففيها الزكاة وكذلك الحبوب إذا اشتد طبعا هذه المسائل يعرف الزارع الذي يزرع لهم أهل اختصاص وهذه مساء تتعلق بناس خبرة في هذا الجانب ربما الفقيه تفوت عليه فيسأل الزارع هل هذه الثمار نضجت أو لا لذلك إذا نضجت الثمرة واشتد الحب ففيه الزكاة على حسب ما قلنا في الحقات السابقة وهو أن يكون مكال وأن يكون أيش يدخر أما بقية لنواع الزكاوية اللي هي به مثل نعام والذهب والفضة وعروض التجارة لا بد أن نمر عليها سنة كاملة حولية يعني هجري الأمر الآخر أن إذا مضت السنة يعني مثلا نفترض خمسة عشر مثلا من ربيع الأول خلاص كل ما يأتي هذا التاريخ الزك بالضبط يعني سنة كاملة ما تقول والله أنا زكاتي في ربيع الأول طيب متى قال والله ربيع الأول لازم تحدد متبلغ النصاب عندك متبلغ النصاب تذكر يا أخي إذا ملغ النصاب يبدأ الحل طيب إذا كان ناسي نقول قدر خلاص قدر قدر هل هو في أول الشهر آخر الشهر نصف الشهر لازم تحدد إذا أول الشهر متى خمسة الشهر أو عشر الشهر أو عشرين الشهر وهكذا هذه مهمة مسألة مهمة جدا مسألة معرفة الوقت بعض الناس يزكي على حسب التاريخ الميلادي فمعناته يؤخر الزكاة كم 11 يوما كل سنة تصور يقعد من 60 سنة 70 سنة يذهب بهذه الطريقة يعني معناته آخر الزكاة سنوات وهذا ما ينبغي الجهل به طيب هناك أمور مستثنى ذكرها العلماء في مسألة الحول ويكاد تالي يقولون إذا كان الإنسان في مسألة عرض التجارة عندنا مبلغ نفترض عشرة ألاف وبعدين قبل نهاية الحول الله عز وجل وفقه وربح ربح كبير ما شاء الله نفترض كعند عشرة ألاف نفترض وربح خمسة ألاف الخمسة ألاف هذه جات في آخر السنة هل تحسب من الزكاة؟ نعم تحسب من الزكاة واحد يقول طيب ما مضى عليها الحول نقول نعم ما مضى عليها الحول لكن هي مبنية على أصل وهي رأس المال فيتبع لرأس المال فتحسب من الزكاة فمعناته زكي خمسة عشرة ألاف مثال آخر بهيمة لنعام نتاج بهيمة لنعام إنسان فرضا عنده نفترض عنده خمسة أو نفترض عنده سبع من الأبل نفترض يعني سبع من الأبل طبعا فيهم شات سبع من الأبل لأنه خمسة عليهم شات ستة عليهم شات سبع عليهم شات ثمانية عليها شات وتسعة عليها شات وعشرة عليها شاتان نفترض نفترض هذه الإبل توالدت خالس سنة يعني توالدت توالدت أصبحت أكثر من عشرة في الأول كانت سبعة أصبحت أكثر من عشرة فالزكاة كم تكون تكون شاتين تقول طيب هي ولدت لكن الناتج هذا جاء بعد مثلا ست شهور ما مضى عليه سنة نقول نعم لكن تابع للأصل في اعتبر فيه الزكاة هذا بس مثال على مساء الزكاة في مساء مساءة مضي الحول نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والصواب والحمد لله رب العالمين إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام فعالياتنا وأنشطتنا نلتقي بكم في حلقات مقبلة لكم منا أجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر